روح شوف حالها ايه سيد الوزير ابعت عند حضرتك يشوفوا حال الترع اللي عندنا الله ما انا بتكلم على حياة المواطن الكريمة ايه حياة المواطن الكريمة عايزينها زي كده عايز انا يبقى عندي زي لتعمل عايز زي اللي بتعمل في كل حتة عارب يقولوا فيه اولويات اولويات فالناس هتنتظر لحد شغلين احنا هنعمل معرفش تقريبا عندنا عشرين الف كيلو عاملوا منهم بين 700 او 800 كيلو لحد دلوقتي تقريبا او اكتر او اقل ولكن العدد مفترض انه يصل لرقم الالاف كيلو مترات من هتكلم على الدكتور محمل ابلاطي بعد شوية على التقرير اللي قدامه ولكن بتكلم على الترع الترع وهنا هعمل زراعة زراعة كده وجميلة ورأي التنقيط اللي احنا بنشتغل عليه واللي بنشتغل عليه انه هو ده ما عندناش بديل غيره لكن كمان المواطن اللي ما بيشوف كده وانا اه ما هو لازم انا اتكلم بلسانه بلسان المواطن اللي بيشوف بيتعامل حواليه جنبه وهو في الاخر فين طب وهدي قرية ودي ترعة ودي زراعة ودي ارض ودول بشر ما حلتهمش حاجة غير ارضهم ما عندوش حاجة في حياته غير حيطة الارض دي والدولة مشكورة سيدة الرئيس لما قال اعملوا مشروع الطرق ده اللي هو اه فيه الطرق مشروع الترع اللي هو التبطين الترع الكلام ده بدأ في شهر سبعة مش حاجة قديمة بمنازمة لما كنا في كورونا فنعمل ايه في القرى ما عايزين نساعد القرى وعايزين نوفر مية وعايزين وعايزين فنعمل ده يبقى ده مشروع القوبي ايضا اللي هو طبطين الترع كنا زمان من قلوب يا جماعة التغطية ده التكو كان ناقص تكلم رئيس الجمهورية والله العظيم جميع وزراء الري من الفين وعشرة من الفين وعشرة مش من العشريين كل وزراء الري المتعاقبين كان ناقص تطلع للسيد الرئيس